أما النادي الأهلي فاليوم لعب مباراة في منتهى الصعوبة أمام فريق ساندونز انتهت بالتعادل الإجابي 2-2 الأهلي تأخر بهدف بعدين سجل هدف ثم الثاني بعد كده تعادل ساندونز وأضاع النادي الأهلي ضرب الجزاء عن طريق محمد هاني ومرس الكرة بالمناسبة قال أنه هو حاطة ثلاث لعبين اللي يقدر فيهم في هذه اللحظة يسدد يسدد هو وأنا بصراحة رافض الفكرة دي وإن كانت الفكرة دي موجودة في بعض الفرق في العالم يعني هو فيه أفكار فيه واحد يقولك يا أنا هسبت لعب هو اللي هيشود سجل النهاردة ضايع النهاردة سيوه هو برضو اللي يسدد بعد كده في مدرب تاني يقولك حسب الحال حسب الحال أنا مش مع دي أنا مع التاني اللي هو هسبت واحد وهو نصيبه في كل الأحوال يا ركلات حظي النهاردة الأهلي عمل مباراة جيدة أمام سانداونز سانداونز فريق حلوة قوي قوي يا جماعة مش فريق في أفريقيا خالص كرته حلوة وسهلة وبسيطة وبيوصل للجنب سهولة ومطشاطه صعبة ودمها تقيل الأهلي كان جيد كان عنده بعض اللاعبين اللي عملوا مباراة كبيرة أولهم أولهم مروان عطية في رأيي مروان عطية بس ده هيحكم عليه المستقبل أكتر يعني عشان بس ما حدش يقول لي انت حكمت على مبراتين ثلاثة لعبهم مع الأهلي بس على ضوء ما قدمه مع الاتحاد وعلى ضوء بداياته مع الأهلي أتصور أنه هيكون واحدة من أفضل صفقات الأهلي آخر عشر سنوات في رأيي لسه طبعا المستقبل محتاج إثباتات كثيرة بس النهاردة هو عمل كل حاجة في المباراة هو اللاعب اللي بيطلع بالكرة بشكل سليم هو اللاعب اللي بياخد الكرة التانية بشكل سليم هو اللاعب اللي بينقل اللاعب بشكل سليم هو اللاعب نسبة تاميراته الصحيحة ممتازة هو اللاعب لنسبة كراته الطولية ممتازة هو عمل كل حاجة النهاردة مرأة طيب شكل رائع جدا حسين الشحات برضو عمل مباراة كبيرة محمد عبد المنعم عمل مباراة كبيرة في بعض اللي عاملوا مباراة بيرستوب في الدقائق الأخيرة عمل مباراة جيدة بس ما كانتش في مركز المهاجم ما كانتش بيقدي بشكل كويس فحفوزات كثيرة على مستوى أحمد عبدالقادر بصراحة يعني ما فيش خلافة على مهارات أحمد عبدالقادر بس لازم يكون عنده قرار السليم أحيانا لما أحمد عبدالقادر بياخده الكرة ويجري بيها هو اللي بيبقى عارف يرقص ولا بيبقى عارف يمرر ولا بيبقى عارف يعمل عرضية فتلاقي في الأكل الكرة ترقب بشكل غريب جدا لازم يشتغل نفسه في موضوع القرارات دي فالأهل يتعادل اثنين اثنين لسه موقفه جيد مش جيد معقول في هذه المجموعة لسه الأمور في ايديه لسه الأمور في ايديه نسبيا أفضل من الزمالك عشان برضو اللي هي لعب مباراتين بس الزمالك لعب تلات مباريات خد منهم نقطة واحدة والناحية التانية انت بتتكلم فيه النادي الأهلي الموقف أو يعني الدنيا لسه سهل الأهلي آي نعم عنده نقطة واحدة بس من المباراتين الزمالك عنده نقطة واحدة من تلات مباريات والأهلي عنده مبارات القطن الكاميروني المؤجلة تكون يوم السبت اللي جاء هتكون في الكارة وان شاء الله الأهلي حافية الفوز والأمور تتحس